موسيقى عيشت في بلادك أزمة الجيش الجمهوري الإرلندي ومفاوضات السلام وكنت مسؤولة في ذلك الوقت هل هناك ناس مثل حماس والفصائل الأخرى الذين يطرحون هذا الطرح الذي يقدمونه يقودون شعبهم ويقودون أمتهم إلى مزيد من المجهول أم يمكن أن ينجحوا إلى أن يحصلوا في النهاية الكرامة والعزة والاستقلالية لهذه الأمة أنا شخصيا رغم أنني ولدت في بريطانيا وفي دائرة الانتخابية في بيرمينغان في وسط البلاد لكن أجدادي من جهة والدي ووالدتي هم في الأصل من إيرلندا لذا أنا أعرف شيء عن تاريخ إيرلندا بالطبع إيرلندا كانت أول مستعمرة لبريطانيا لأنها كانت الأقرب لها جغرافيا وكانت هناك حالات تمرض مستمرة وجربوا طرق مختلفة سلمية وعنفية لحصول على استقلالهم واستمر ذلك حتى حصولهم على ذلك في النهاية وأنا لا شك لدي على الأطلاق من أن الشعب الفلسطيني سيستمر في مقاومته ولن يستسلم ولن يتخلى مهما طال الزمن وأعتقد أنه واجبنا نحن أن نرى أن هذه المعاناة تنتهي ورفع هذه المظالم عنهم ونعمل من أجل تقريب ذلك اليوم الذي يستعيدون فيه كرامتهم لا شك لدي أنه ذلك سيتحدث لا يمكن لأحد أن يفعل ذلك وينجح والمقاومة ستستمر طالما كان ذلك ضروريا لكن واجبنا أن نقرب من اليوم الذي نرى فيه هم يحققون العدل والسلام وتنتهي معاناتهم فيه ترجمة نانسي قنقر